متغيرات جديدة تجري على ضوئها الانتخابات التشريعية في الجزائر بعد دخول مدرش حين أحراروا أحزاب جديدة إلى المشهد الانتخابي بعضها كانت ذات حضور سياسي في مرحلة ما قبل الحرك الشعبي حيث يرى مراقبون أن مشاركتها قد تصهم في تغيير نسبي لشكل البرلمان المقبل وخارطة المشهد السياسي بسبب التوازنات التي ستتبع ذلك هناك دفق جديد وجوه جديدة طموحات جديدة تحملها بعض الفئة الجديدة التي مارست السياسة لأول مرة بالتالي الحراك الحركية الاجتماعية التي كانت مضغوطة من ساش لأنه كانت الأحزاب لم تستطع استيعابها الآن هل تستوعبها البرلمان ككل سنارا؟ في الحقيقة نحن أمام تمرين سياسي ضخم وهناك فرضيات كثيرة ومع تراجع ثقة لأبرز الأحزاب التقليدية جبهة التحرير وتجمع الوطنية الديمقراطية وصعود أحزاب ذات مرجعية إسلامية وقوائم الأحرار يستبعد الكثيرون أن تكون هناك أغلبية برلمانية حيث سيتجه المشهد نحو أغلبية ائتلافية تتكون من عدد كبير من القوائم المستقلة وبعض الأحزاب ثقل الأحزاب لن يكون كما كان عليه سابقا خاصة الأحزاب المعروفة مثل حزب التحرير الوطنية أو حزب التجمع الوطن الديمقراطي الذين كانوا لهم الثقل الأكبر في البرلمان السابق لن يتكون لهم ذلك في البرلمان القادم اعتقادي ما يسوده الآن هو العلاقات المباشرة ما بين المرشحين ويتوقع مراقبون أن عددا من الأحزاب الجديدة سيكون لها موقع مهم بسبب حاجة السلطة إلى قوى جديدة أكثر فعالية فقد تعمدت الأحزاب تقديم قوائم شاب وتركيز على الكفاءات الجامعية الشاب وأيضا الانفتاح بشكل كبير على مرشحين ليست لهم سوابق سياسية أول انتخابات برلمانية تجري بعد الحراك الشعبي في الجزائر قد تغير معطياتها تماما المشهد السياسي والتوازنات في البرلمان وما يتبع ذلك في مأسار تشكيل الحكومة وقبل ذلك يبقى الرهان الأكبر هو إعادة الثقة بين الناخبي وسندوق الاقتراع نريمان قداشة الحرة الجزائر إذن ألاف المرشحين يتنافسون في الانتخابات النيابية الجزائرية المبكرة التي ستجري السبت في أول خطوة ضمن المسار الانتقالي المرتقب دعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب بمجلس الشعب الوطني لمدة خمس سنوات وعلى الناخبين الاختيار ما بين ما يقرب من 1500 قائمة أكثر من نصفها مستقلة أي أكثر من 13 ألف مرشح هي المرة الأولى إذن التي يترشح فيها عدد كبير من المستقلين ضد مرشحي أحزاب سياسية تعاني أزمة ثقة مع الناخبين كما تشارك الأحزاب الإسلامية المرخص لها في الانتخابات وأبرزها حركة مجتمع السلم يراهن التيار العلماني التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وأيضا جمهة القوى الاشتراكية على شريحة ناخبيهم الواسعة في مناطق القبائل وأمام هذا الحجد الانتخابي فإن الشريكين في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة قد يفقدان سيطرتهما على البرلمان نناقش هذا الموضوع مشاهدين مع ضيفين من الجزائر زهير بعمامة أستاذ العلوم السياسية ومعنا أيضا صالح عبدالرحمن المحامي والناشط السياسي مرحبا بكم سيد صالح اسمح لي أن أبدأ معك هل ممكن فعلا أن تكون الجزائر أمام عهد جديد بعد هذه الانتخابات نعم مرحبا بك وبيستاد المشاهدين فقط أستسمحك عذرا في تصحيح جزئية وردت في التقرير وهي أن جبهة القوى الاشتراكية بالإضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى مقاطعين للانتخابات ولن يشاركوا في هذه الانتخابات من الأساس الكلام عن أن هذه الانتخابات ستحمل تغييرا ألفناه منذ 32 سنة منذ بداية التعددية الحزبية في الجزائر عشية كل انتخابات نفس الخطاب الذي يتردد وهو أن هذه الانتخابات ستشكل فاصلة وستكرس الاستقرار وستمهد للتغيير إن لم تكن هي التغيير الحقيقي ولكن لا شيء من ذلك يحدث التغيير الوحيد الذي يمكن أن نشهده هو تركيبة البرلمان المقبل خصوصا أن القانون الحالي قانون الانتخابات الحالي يختلف عن القانون السابق في إسقاطه للقوطة أو الحصة التي كانت مفروضة لتمثيل النسوي في البرلمان فبعد أن كانت الجزائر تحتل بالبرلمان السابق مرتبة متقدمة بين دول العالم في نسبة النساء النائبات أو البرلمانيات أتوقع أن تختفي تماما هذه الظاهرة في البرلمان القادم نتيجة لإلغاء شرط تخصيص نسبة من المقاعد في كل دائرة انتخابية للمرأة وإلى طبيعة الانتخابات في حد ذاتها خصوصا في المناطق الداخلية التي لا ترى أن المكان الطبيعي للمرأة هو البرلمان سيد صالح حسب المتارعون بحسب ما تابع الكثير الحقيقة بأن المتغير الكبير بهذه الانتخابات عدد المستقلين وحتى عدد الشباب الذين سمح لهم ربما لأول مرة في تاريخ الانتخابات بالجزائر بهذا الشكل وبهذا الحضور هذه التركيبة الجديدة برأيك ألا تضع أي علامة جديدة على هذا البرلمان وبالتالي سينعكس على المسار السياسي ككل في الجزائر هذه التركيبة سيدي موجودة على قوائم المرشحين ولن تكون كذلك على قوائم النواب الفائزين لعدة اعتبارات أهم هذه الاعتبارات هي أن هذه القوائم المستقلة وهي قوائم كثيرة ربما إذا كان عدد الإجمال للقوائم هو 1500 قائمة فإن الغالبية العظمى أكثر من الثلاثين من هذه القوائم هي قوائم مستقلة كثرة هذه القوائم سيؤدي إلى تشتت الأصوات الانتخابية الأصوات الناخبة على قلتها وبالتالي تشتت الأصوات سوف يرفع من العتبة لأن القانون يفرض على كل قائمة أن تحصل على نسبة تفوق الخمسة بالمئة من الأصوات لكي تدخل سباق توزيع المقاعد النيابية تشتت الأصوات وتوزيعها على هذه القوائم سوف يقصي النسبة الكبرى من هذه القوائم سنشهد ذلك غدا تعلاني النتائج أن معظم قوائم المستقلين سوف تسقط عند الشرط العتبة أو الحد الأدنى من الأصوات المحدد بخمسة بالمئة يعني عمليا ماذا كان يفترض بهذه القوائم من وجهة نظرك أن تفعل خصوصا وأنهم تقدموا لهذه الانتخابات بأسمائهم ببرامجهم الخاصة دون أن تكون هناك تحالفات فيما بينهم قبل الدخول إلى هذه الانتخابات يعني هل تقول بأن كان يجب عليها باعتبارها قوائم جديدة أو أسماء جديدة ومستقلة أن تتحد وتدخل ضمن مظلة أو قائمة واحدة تماما ولكن قبل ذلك كان عليها ضغط لإلغاء شرط العتبة عندما كان يتم إعداد نصوص قانون للانتخابات الجديد ولكن بما أن هذا القانون مر بمجيب أمرية رئاسية وأصبح نفدا فكان على هذه القوائم أن تضبط حساباتها مسبقا قبل الدخول في معركة أعتبرها شخصيا كما يعتبرها العديد من المراقبين معركة خسرة بالنسبة إليها أمام الأحزاب التي وإن كانت تراجعت على مستوى الساحة السياسية إلا أننا يجب أن لا ننسى أن هذه الأحزاب تتمتع بأوعية تقليدية مثل الجبهة التحرير الوطني تتحدث عن الأحزاب السياسية التقليدية في الجزاء نعم تمتلك قواعدها النضالية التي ستصوت غدا لصالح مرشحي هذه الأحزاب بينما من تبقى من الناخبين الذين سيتوجهون إلى قوائم الاقتراع ستتوزع أصواتهم على القوائم المستقلة هذا من جهة من جهة أخرى العملية الانتخابية في حد ذاتها عملية معقدة لماذا؟ لأن باعتماد نظام القائمة المفتوحة أصبح من حق الناخب أن يختار داخل القائمة على المرشحين الذين يرغبوا في منحهم صوته هذه العملية تتطلب مستوى من التعليم ومستوى من الدراية غير متوافر للأسف لدى كل الناخبين وبالتالي أتوقع أيضا أن تكون هناك نسبة كبيرة من الأوراق الملغات نتيجة لعدم التصويت بطريقة صحيحة كما يفرضها القانون ربما سنتي عند هذه النقطة سيد صالح لماذا تم تعقيد عملية الاختيار والتصويت وبالتالي تكون مشوشة ربما لدى البعض كما ذكرت ولكن اسمح لي أن نشرك معنا في هذا النقاش الأستاذ زهير أبو عمام أستاذ العلوم السياسية أستاذ زهير مساء الخير نتحدث عن هذه الانتخابات المرتقبة هناك الكثير من العلامات الفارقة والجديدة التي يلاحظها المتابع خاصة في الشأن الجزائري بأن فيها نسبة كبيرة من المستقلين وهناك نسبة كبيرة أيضا من الشباب لم نتحدث حتى هذه اللحظة عن دعوات المقاطعة لهذه الانتخابات ولكن بهذا الشكل مستقلون وأيضا شباب بالإضافة طبعا إلى الأحزاب التقليدية هل سترسم هذه التشكيلة الجديدة شكل جديد للجزائر والبرلمان الجزائري وبالتالي سينعكس طبعا على المسار السياسي مساء الخير دون شك أن هناك علامات فارقة لهذه التشريعيات باعتبارها أول استحقاق انتخابي تشريعي بعد الحراك المبارك وفي ظل رئاسة تعلن على الأقل إرادة سياسية في المضي بالتغيير السياسي نحن ساذي الكريم في ظل هذه السياقات سياقات التحول نحو ما طالب به الجزائريون وهو إقامة نظام حكم على القاعدة الديمقراطية الديمقراطية يقطع تماما مع الممارسات السابقة لعل ما أشرت إليه من هذه العلامات الفارقة هو إقبال الشباب إقبال فئة المثقفين الجامعيين وهناك ربما تفسيرات عديدة لذلك ولكن قبل ذلك هناك علامات أخرى هناك هذه الانتخابات تجري لأول مرة تحت إشراف لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وهذا تطور جيد لا شك في ذلك وكان من مطالب المعارضة حتى قبل أن يخرج الجزائريون في يوم 22 فبراير قبل عامين هناك أيضا قانون انتخابي جديد يعني يحرص إلى توفير ما كان معضلة وكان واحدة من الأشياء التي جعلت الجزائريين يعني يبتعدون ولا يبالون كثيرا بممارسة حقهم في الانتخاب وهو شعورهم بأن قواعد اللعبة السابقة كما كانت تقريبا تجعل كل الانتخابات محسومة مسبقا وبالتالي كان الرأي هو لماذا أذهب ماذا ما الأمر ماذا ما ذهاب لن يغير في الأمور شيء ولكن سيد زهير لو سمحت لي قبل قليل ضيفي سيد صالح عبد الرحمن أشار إلى أن كثرة هذه الأسماء وهذه القوائم خاصة المستقلة والشباب منها ربما ستعود بنتائج سلبية عليها لأنها لم تدخل بإطار واحد ولم تدخل تحت مضلة واحدة وستشتت الأسماء والأصوات التي تريد التصويت لها هل تتفق مع هذه الرؤية ربما في المآلات بمعنى فيما بعد الانتخابات نعم ولكن بالنسبة للانتخابات في حد ذاتها على الأقل هناك فائدتين هناك أولا موضوع أن كثرة هذه القوائم ستأتي بناخبين أكثر ولعلكم تعلمون أن واحدة من رهانات من أكبر الرهانات في هذا الموعد الانتخابي هو المراهنة على إعادة الجزائريين للسياسة للفعل الانتخابي ولعل في كثرة هذه القوائم عاملا من العوامل التي سيأتي بعدد أكبر من الناخبين بالنظر إلى طبيعة التقافة الانتخابية وسوسيولوجيا الانتخابية للجزائريين حين يتعلق الأمر بالانتخاب على أشخاص وليس على برامج وبين قوسين في هذه الانتخابات بكل أسف نسجل أن من بين السلبيات أن منطق البرامج لم يكن ظاهرا بشكل كبير ربما عداء الستناءين أو ثلاثة لماذا لم تظهر البرامج بشكل واضح؟ لأنه كما كنت سأقول لأن منطق التعبئة هو الذي ساد بمعنى الجميع يرغب في أن يحصل على نسبة مشاركة محترمة لا أقول شيء آخر وثانيا لأنه أنا أتفق مع ضيفكم الكريم في أن المراهنة على القوائم المستقلة أو الحرة أو حتى على ما كان يقال قبل فترة من هذه الانتخابات حول المجتمع المدني كخزان للمرشحين لن يكون مفيدا سيكون مفيد كما قلت بالنسبة لجلب أصوات أكثر ولكن لا أعتقد أنه سيمكن الأكثرية من أن تكون من هذه القوائم المستقلة على أساس أن الانتخابات كما هي في كل العالم تتطلب تنظيما تتطلب انتشارا تتطلب قواعدا تتطلب خبرة تتطلب تمرسا وهذه موجودة لدى الأحزاب على أن الأحزاب أيضا مأزومة ربما نعود إلى هذا الأمر فيما بعد وربما أيضا هذا الفراغ نتيجة الحالة المأزومة التي تعيشها الظاهرة الحزبية عندنا هو الذي شجع هؤلاء على أن يتقدموا وأن يتصوروا أن هناك فرصة حقيقية لتغطية هذا الفراغ أو جزءا من هذه الانتخابات ولكن الوقت يداهمنا ولكننا ولا شك سنبقى بمتابعة هذه الانتخابات ولكن بسؤال أخير إلى أستاذ صالح حد الرحمن المحلل والناشط السياسي بما يخص دعوات المقاطعة هل تعتقد ومع حديثنا عن وجود نسبة كبيرة من الشباب ومن المستقلين أن تلقى هذه الدعوات صدى لدى الناخب الجزائري نعم تقليديا الانتخابات الجزائرية تعرف نسبة مشاركة ضعيفة وقياسا للنسبة العالمية آخر انتخابات تشريعية كانت نسبة المشاركة فيها بحدود الأربعين بالمئة أو أقل بقليل وإذا أضفنا إلى هذه الظاهرة ظاهرة العزوف الانتخابي الموقف السياسي للمعارضة وأعيبه على السلطة أيضا تتحمل السلطة جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا بعدم المشاركة في الانتخابات هذا كله سوف يدفع بنسبة المشاركة نحو الأسفل الانتخابات هذه للأسف يعني مهما كان الفائز فيها مهما كان المنتصر فيها سواء كانوا أحزابا أو مستقلين سيكونون مثلما لاحظنا من خلال ما أعلانوه في تجمعاتهم أثناء الحمل الانتخابية مؤيدين للنظام الحالي لرئيس الدولة عبد المجيد تبون وبالتالي لن نشهد معارضة حقيقية داخل البرلمان لتستمر الأزمة السياسية في جزائر إلى أمد آخر شكرا لكم ضيفي من الجزائر زهير بوعمامة أستاذ العلوم السياسية وأيضا صالح حد الرحمن المحامي والناشط السياسي شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر